هروح للجنب اللي أنا ما بحبوش أو أتمنى أن أنا بتدي حبه كابتن محمد معروف هو اللي حيدير هذه المباراة من الناحة التحكمية كابتن محمد معروف حكم محترم بنكن له كل تقدير وكل احترام ولكن تاريخنا تاريخ النادي الأهلي مع كابتن معروف للأسف للأسف بيخلينا مش متفاعلين ولا جمهور النادي الأهلي يعني يمكن كل الجمهور لسه فاكرة مباراة الأهلي والمحلة السنة اللي فاتت اللي كانت في استاد المحلة وضربة الجزاء بتاعت محمد هاني وكان فيه طرد المدافع اعتقد فتح الله لعب نادي المحلة ولم يحتسب قرارات عكسية كانت كتيرة جدا خسرتني ثلاث نقط كانوا ممكن جدا يدخلوني في المسابقة فكابتن محمد معروف كان سببا في خسارة النادي الأهلي للدوري العام المصري السنة اللي فاتت أتمنى يا رب يا رب من كل قلبي أتمنى وأنا هنا ما بصدرش نبر التشاؤم أو بشكك أو والله العظيم أبدا أنا بقول حقائق يا جماعة حقائق الحقائق واضحة جدا وأرقام التاريخ ما بيجدبش أنا عندي تخوف مش أنا الوحدي أنا وكثير من جمهور النادي الأهلي عندنا تخوف حقيقي من الكابتن محمد معروف أتمنى أن هو يبتدي يزيل مش بأنه هو يدي النادي الأهلي حاجة خالص احكم بالعدل بالعدل فقط لغير إذا كان النادي الأهلي يستحق هدف من فضل حضرتك احسب الهدف إذا كان النادي الأهلي يجي الدخل فيه هدف احسبه ضد النادي الأهلي أنا حضرتك مباراة صعبة وفي أمس الحاجة أن أنا أكسب يعني طبعا أكسب بالعدالة التحكمية مش هينفع بكرة يكون فيه غلطات تحكمية تؤثر على نتيجة المباراة مع احترامنا لجميع الفرق لكن الهدف النادي الأهلي هو الفوز الدائم في كل المباريات والهدف الرئيسي هو التتويق ببطولة الدول بمجهود لعبته فقط أنا كل اللي محتاجه عدالة تحكمية فقط افتكروا مباراة اللي أنا كريمت فيه على مباراة الهلال عندما تواجدت العدالة التحكمية في مباراة الهلال كسبنا 4-0 هلال السعودي في كاس العالم للأندي كسبت 4-0 بنفس الحكم اللي ظلمك قبلها بيومين 3 كسبت 4-0 وفريق من أفضل وإن لم يكن الأفضل في آسيا فكابتن محمد بعد إذن حضرتك كل اللي أرجوه للمرة المليونة هو أنا عارف إن كل حاجة بتوصل من فضل حضراتكم لكل طاقم التحكم بقيادة كابتن محمد معروف وحقول لكم على طاقم التحكم دلوقتي من فضل حضراتكم الحكم بالعدل إذا كان للنادي الأهلي هدف من فضلك احسبه ركل الجزاء احسبها ضد النادي الأهلي احسبها لو عايزت روحت تشوف الفار والله العظيم النادي الأهلي الفار ما بيعدش ضد النادي الأهلي أو مع النادي الأهلي أنا آسف برضو من حقنا كجمهور النادي الأهلي نشوف إن الحكم لو في كرة فيها شك ومن الأربع حاجات اللي بيتعاملوا في موضوع الفار روح تبص عليها يا كابتن محمد نفهاش مشكلة والله والله ما هتقلل منك لكن حتى لو أنت خدت قرار روح بص يمكن يمكن تبقى مستريح في قرارك فكابتن محمد معروف يا رب بكرة يعمل مبارجة يدى كابتن محمد معروف حكما للساحة كابتن محمود أبو الرجال وكابتن هشام الدسوقي اتنين مساعدين كابتن محمود ناجي حكم رابع كابتن أحمد الغندور الفار وكابتن هاني عبد الفتاح حكم مساعد للفار طاقم تحكيم محترم جدا وكله دولي كابتن معروف كابتن أبو الرجال كابتن هشام كابتن محمود كابتن أحمد الغندور كلهم ناس أنا برضو لما باجأتكلم أنا لا أنتقد أسماء ولكن أنا بانتقد أداء أسماء أدئة هذه الأسماء أتمنى أنه يبقى على قد المسؤولية الملقاة على عاطقهم بكرة لأنها مباراة صعبة جدا 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 أتمنى كمان كل التوفيق للنادي الأهلي وجهازه الفني لأنه مباراة صعبة مش تهلة كمان مسماني بكرة إن شاء الله حيخود المباراة بيعاني من العديد والعديد كالعادة من الغيابات الكبيرة ومن اللاعبين أصبحت عادة دايما عين الحسود الظاهر أصابت فريق النادي الأهلي يمكن الكل قبل بداية الموسم كان بيشيد بالسكواد بتاع النادي الأهلي وكيفية توفير إدارة الكرة في النادي الأهلي لهذه العناصر والبودلاء والبودلاء كمان ولكن إصابات كثيرة جدا جدا قدر الله ما شاء فعل